اشتركوا في القناة وفي مستهل الزيارة اشهد جلالة الملك المفدى بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير اداء المناسك بامان وطمأنينة منوها بما يشده موسم الحج من تطور مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة التي توظف جل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن سائلا جلالته المولى العلي القدير ان يتقبل من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وان يجعل حجهم مبرورا كما اعرب جلالة الملك المفدى القائد الاعلى يده الله عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين هم دائما الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيراته الحضارية ووحدته الوطنية مقدرا جلالته ما يقومون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط داخل البلاد وخارجها وقد قدم لجلالته رعاه الله خلال الزيارة اجاز حول الخطط المستقبلية لتدريب للموسم القادم لقوة دفاع البحرين ونتائج التدريب للموسم السابق وما حققته من تميز ونجاح مقدرا جلالته ما تقوم به قوة الدفاع من حرص على اداء الواجب بروح وطنية صادقة متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله رعاه لجميع رجال قوة دفاع البحرين التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيلة